في الرابع والعشرين من كانون الثاني 2009 شارك وزير الاعلام طارق متري في اجتماع وزراء الاعلام العرب في القاهرة الذي ناقش من ضمن جدول الاعمال بند يتعلق بقرار اتخذ في الكونغرس الامريكي يمس الحريات الاعلامية تحت شعار منع القنوات التي تحض على العنف والارهاب وفور عودته الى بيروت بحث متري في الموضوع مع السفيرة الامريكية متناولا دور صحيفة لبنانية اضافة الى المجلس الوطني للاعلام وبعض الوزراء وحتى رئيس الجمهورية ميشال سليمان وفق ما تثبته بالوقائع الوثائق المسربة عبر موقع ويكيليكس الزمان 27 كانون الثاني 2009 المكان وزارة الاعلام اللبنانية رقم الوثيقة 108 كاتب الوثيقة السفيرة الامريكية ميشال سيسن الحدث لقاء بين سيسن ووزير الاعلام طارق متري اثر عودته من اجتماع وزراء الاعلام العرب اجتمع وزير الاعلام طارق متري مع السفيرة الامريكية ميشال سيسن في الوزارة مطلعا اياها على نتائج المحادثات البحث بين متري وسيسن تناول الحظر المطروح في الكونغرس الامريكي على بعض القنوات اللبنانية فأوضح وزير الاعلام للسفيرة الامريكية ان مضمون ما يبث عبر القنوات المذكورة يسبب اذن في لبنان اكثر منه في الولايات المتحدة متري تناول المؤتمر الذي شارك فيه في القاهرة متهجما على وزير الاعلام السوري ونسبا الى نفسه الاسهام في ادراج موضوع القنوات المعترض عليها امريكيا في جدول الاعمال فقال انه كان وراء ما ورد في البيان النهائي لاجتماع وزراء الاعلام العرب لناحية ادانة كل الاعلام الذي يشجع على العنف والارهاب وابلغ متري سيسن انه اجتمع حديثا مع لجنة الاعلام في البرلمان اللبناني التي يرأسها النائب حسن فضل الله مشيرا الى ان نواب حزب الله استسخفوا كلامه بطريقة وصفها بالتافهة لاعتباره ان انتخاب باراك اوباما سيحسن العلاقات بين الولايات المتحدة والعرب متري اشار الى انه يتعرض لضغوط كبيرة للذهاب الى واشنطن لعقد محادثات تتعلق باعتراض لبنان على القرار المطروح في الكونغرس موضحا انه فعليا لا يريد الذهاب لكن جماعة حزب الله يتصرفون بذكاء بالغ ازاء هذا الموضوع على حد قوله وزير الاعلام الذي شارك في كل الحكومات اللبنانية منذ عام 2005 منتقلا الى حقيبة الاعلام من الثقافة تناول الدور الاعلامي للمقاومة فقال حزب الله بدأ يمدد نفاياته الاعلامية الى مؤسسات اخرى غير مؤسساته المعروفة في لبنان خصوصا صحيفة الاخبار المؤيدة لحزب الله واضفت السفيرة الامريكية في نص الوثيقة التي لخصت فيها لقاءها مع متري بالقول لم يتمكن متري من اخفاء قرفه من صحيفة الاخبار معتبرا انها خارجة على الاخلاقيات والخطوط العريضة وبالنسبة الى اقتراحه وضع ميثاق معين للطاعات الاعلامي قال متري انه تخلى عن احتمال احراز اي تقدم في هذا المدمار لان تطبيق قانون الاعلام المرئي والمسموع في لبنان يبقى في يدي المجلس الوطني للاعلام الذي اختير اعضاؤه اثناء الاحتلال السوري على حد قوله من ناحية اخرى تناول متري عمل مجلس الوزراء في شكل عام ودور رئيس الجمهورية ميشيل سليمان في شكل خاص فقال ان هناك وزيرين من التيار الوطني الحر حاضرين دائما في الخنادق للتصدي بسلبية للمبادرات المطروحة من الرابع عشر من اذار واضافت سسا في وثيقتها لم يكشف متري اسماء الوزيرين الذين تحدث عنهما مضيفا ان جبران باسيل ليس بينهما وواصفا اياه بصاحب الدور البناء في الحكومة وعن رئيس الجمهورية قال متري ثمت امرا غريبا في ترأس رئيس الجمهورية ميشيل سليمان اكثر من 80% من اجتماعات مجلس الوزراء اثناء ولايته وشرح متري لسسن ان دور رئيس الجمهورية ليس واضحا في الدستور اللبناني في هذا الاطار معتبرا ان هناك التباسا بين دوره ودور رئيس الحكومة في هذا الموضوع الاربعاء في فقرة ويكيليكس اجتماع اسرائيلي امريكي في تل ابيب فماذا قال عموز جلعاد عن المليارات السعودية في الانتخابات النيابية اللبنانية وماذا كشف المسؤول الاسرائيلي عن دور البطريارك الماروني مار نصر الله بطرس صفير اشتركوا في القناة